مرحبا أعزائي الطلبة سوف يكون حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف الزاي إذن هكذا يكون شكل حرف الزاي يشبه حرف الراء لكن فوقه نقطة سوف أقوم أولا بقراءة كلمات يوجد فيها حرف الزاي أريد منكم أن تكونوا طلاب مفكرين ومتأملين وتنتبهوا إلى حرف الزاي إلى صوت حرف الزاي زر زهرة زرافة زينة زحلوقة الآن سوف أقوم بقراءة نص القراءة الموجود في كتاب اللغة العربية أفطرنا معا إفطارا جماعيا أحضرت زينب الزيت والزعتر أحضر نظار الزيتون من مزرعتهم الطيبة أما زيت فأحضر الخبزة الطازجة الذي أعدته والدتا تناولنا الطعام بشهية وحمدنا الله على نعمه إذن هنا يوجد كلمات كثيرة فيها حرف الزاي أريد منكم أن تخبروني ما هذه الكلمات هنا سوف نركب خطوات صناعة الخبز أول يبدأ هو من القمح القمح يصبح طحين ومن ثم الطحين يصبح عجين ومن ثم العجين يصبح خبز هنا عزيز الطالب في صفحة المحادثة سوف تقوم بالتحدث عما تجاهده في هذه الصورة ما هي الأشياء التي يوجد فيها حرف الزاي انتبهوا جيدا لتكونوا طلابا مفكرين ومبدعين إذن هذه هي الأشياء التي يوجد فيها حرف الزاي هنا عزيز الطالب سوف نقوم بتجريد حرف الزاي زيتون حرف الزاي في أول الكلمة جزر الزاي في وسط الكلمة خبز الزاي في آخر الكلمة موز الزاي هنا أيضا في آخر الكلمة سوف نقوم أيضا بوضع دائرة على حرف الزاي وسوف نقوم بكتابة حرف الزاي في كلمة زيتون في أول الكلمة جزر في وسط الكلمة وموز في آخر الكلمة هنا عزيزي الطالب أريد منك أن تقوم بتلويني الزرافة لأن الزرافة يوجد فيها حرف الزاي انظر جيدا وفكر ماذا يوجد أيضا حيوان يوجد فيه حرف الزاي غير الزرافة نعم الماعز ماعز أما الجمل والحصان لا يوجد فيهم حرف الزاي وسوف نتحدث أيضا عن وحدة متشارك الكوكب وسوف نقوم بالتحدث عن الحيوانات ومواطن الحيوانات والكائنات الحية والكائنات الغير حية هنا أيضا في ورقة العمل هذه سوف تقوم عزيزي الطالب بتركيب هذه الكلمة وزن وزن يزور وهنا سوف نقوم بتحليل هذه الكلمة زبيب زبيب زيتون زيتون وسوف نقوم أيضا هنا بقراءة هذه الكلمات نزار زياد زمزم مزمار إذن هذا كل ما لدينا عن حرف الزاي أريد منكم أصدقائي الاستماع إلى جميع الفيديوهات الموجودة داخل هذه الصفحة وحل جميع الأسئلة المطلوبة منكم شكرا لكم وإلى اللقاء في حرف الزاي